السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم قمت بتشلاضة هذه الافوكا كروفات صيفية منعيشة وكيف حصلت البطاطا مع موس وشوكولات بخالينة خفن زربان الكروفات هم هذا تنشدهم في الماء يغليون الغلية الأولى يغليون هكا سوف نطفع لهم النار وكيف تبدل وكيف تغيير نجعلهم دوكوتة أنا هنا نقيتهم كما تشاهدون معنا بهذا الشكل هذا ونزيد عليهم الافوكا والماطيشة هذه الافوكا تجيو وعره صراحة وبنينا بزف الافوكا نشده واحد المعينة نأخذها هكا تتعطينا هذا الشكل هذا ونقطعها في نمو غيه كارقاق ونقض نمشيها كما أريد كما تشاهدون معنا هذه هنا كانت طيبة واحدة نغيزة شوية ما عليش ولاني تتدكوري بها كما أريده في الطبصين الكروفات قطعتهم مرسويات صغار هكا سنزيد عليهم القزبر وسنعصر واحد نص حامضة أو ندير واحد شوية لجو ديال الحامضة هكا يو خلط حرك هاتش كاملة ومزيان نشد واحد لساكل نحطه هكا في الطبصين وسنلصق هذه الافوكا واحدة 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 كما تشاهدون معنا هنا هذه واحدة لما طيشة سنشدها ونقطعها هكا بشكل دائري ونزيدها في الوسط ونزيد عليها بالصالد الخص أي شيء سوف نزيدها ونزيدها ونطبع هذه الكروفات التي قمنا بها لهم الحامض كما تشاهدون لهم الحامض كما تشاهدون لا زال ما أكملها لا زال سوف نقوم بها سوف نريدكم ادخلوا لدي اليوتيوب إذا كانوا يعجبكم هذا الفيديوهذا تشكركم هذه ندرة ناهر معكم في اليوتيوب ونهر معكم في الفلاباج عدة مرات تزيد عليها دابة كما لا تشاهدون يكون فيها المتغد يؤثر يعني هو الي عطي المطاق حر سوف أدوسها بشوية جمع القد المايوناز سنجعلها تقيلة وعر إذا نريد أن نخففها نضيفها الماء ونضيفها هنا من فوق على هذا الماء ستأتي وعر هذه الطريقة المايوناز مع إن فينيك إذا نريد أن نخففها كما قلنا نضيفه الماء لنضيفه نضيف شابو الماء ونضيفه من فوق هذه الطريقة كما قلنا في السيزن ونستطيع أن نضيفه المايوناز مع فينيك تأتي كافية مع الفوق وهذه الطريقة تأتي وعرة تجربها بهذه الطريقة خفيفة وصيفية وعرة أضراب سوف نضيفه ونضيفه كيف أجعلت الموس والشوكولات بخالينة وهذه التختولات نتعليفه بماغي حمام مريم نضيفه الشوكولات والزبدة تضيفه ونضيفه ونضيفه كريم فريش ونبدأ ونقوم بالغاناش والشوكولات ونصفق سوف نخففها بموس وبيبخالينة هنا موس ونزيد هذا لان نقوم بالغانس ونقوم بالغانس ونضيفه على أجنيف جوش ما نقوم بالغانس جيدة لنکل نستعملها في ونقوم بها كلمات هذه جوش كما نلاحظ مرحب تأتي بنينة وزوجها 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 هذه كرامة باتيسيا سأتحركها في القناة بطريقة احترافية وعراء سأتحركها ونصنعها هنا بعض النواد كوكو ونوازات وعض النواد كوكو وعض النواد كيوي لتأتي بشيء بنينة خفيفة هذا سأتحرك معكم البطاطة سنقوم بقشورها ونجعلها تغلي نصطيبة سأتحركها سأتحركها في الفخي التز سأتحرك في واحد الماضي مع عصلة وعراء البطاطة في هذه الطريقة وكذلك بالقشورها ادخلوا عندي اليوتيوب قليلا لتنفع قليلا ونشكركم جزيل الشكر وعلا بخوشين فيديو ان شاء الله وبسلامة